لابد من التذكير بأن الاتفاق النووي الغربي الإيراني جاء نتيجة غزو واحتلال العراق وما تعرض له الشعب العراقي ولا يزال يتعرض له وجاء على أشلاء أبناء الشعب السوري ووقع بدماء مئات الآلاف منهم الذين سقطوا لتعبيد الطريق تمهيدا للوصول إلى هذا الاتفاق الكلام لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جومبلاط في تصريح لصحيفة الأنباء الإلكترونية الذي اعتبر فيه أن هذا الاتفاق يأتي على مشارف مرور مائة عام على اتفاقية سايكس بيكو وعلى ركام العالم العربي الذي غرق في الفوضى والقتل والضمار فيما يتفرج اللاعبون الإقليميون والدوليون على الدماء العربية تسيل في شلالات وأنهر في الوقت الذي يبحثون فيه عن مصالحهم وتابع جملات قد يكون من غير المستبعد بعد أن تقاطعت المصالح بين القوى الكبرى وتم التغاضي عن أربعة عقود من الصراعات المباشرة أو بالواسطة أن ترتسم معالم جديدة لتحالفات جديدة تشهدها المنطقة لمحاربة ما يسمى الإرهاب وتجاهل ما ارتكب بحق الشعب السوري من خلال إعادة تعويم النظام الذي استخدم السلاح الكيموي ضد شعبه وقصفه بالبراميل المتفجرة وأدى إلى مقتل نحو 300 ألف سوري داخل وخارج سوريا ورأى جملات أن ملامح معالم جديدة للشرق الأوسط رسمت عبر استبعاد تام للعرب ودورهم في منطقتهم وتجاهل تام لقضية فلسطين وطلب جملات برص السفوف العربية لمواجهة التحديات القائمة التي قد تأخذ أبعادا أكثر خطورة مع توسيع قاعدة النفوذ الإيراني في العديد من المواقع والسحات العربية وختم جملات بالقول إذا كان الخلاف الإيراني الأمريكي في أوجه لم يدفع الولايات المتحدة للضغط على إيران لوقف المجازر التي ارتكبها النظام السوري فهل من الممكن توقع حصول ذلك مع توقيع هذا الاتفاق وبدء مرحلة الوئام والانسجام؟